وليس ببعيد عن الكازينو خلينا ننتقل على مدينة جبايل مدينة جبايل طبعا كلنا بنعرف انه مدينة جبايل هي من اهم المدن الاثرية مش بس بلبنان والمنطقة انما بالعالم وكل كل بيعرف انه مدينة جبايل هي مدينة اثرية وين ما بتبحش بجبايل بيطلع لك اثار بيطلع لك تاريخ معبر خصوصا انه جبايل مدينة يقال انه انطمرت مرات عديدة يعني بلع البحر او انطمرت تحت الارض حسب ما يروى وما بيخبرونا ولكن اليوم نحكى عن انه تم اكتشاف مدينة مطمورة تحت مدينة جبايل هيدا على زمة الراوي اللي نقل الخبر انه احد الاشخاص بيعقاره عم بيبحش ليعمر طلع له عم نشوف الصور هيدا الصور بيان بهيدا العقار اثار ومجموعة امور تدل انه هناك مدينة اديمة كانت موجودة ولكن كمان عرفنا انه ببداية البحث عرفنا انه المعنيين دغري لما بيانت عليهم هيدا الامور اتصلوا بمديرية الاسار وابلغوها وبعتت مديرية الاسار اشخاص اشرفوا شخصيا على اعمال الحفر وعلى معينة تنهي العظمي تحديدا انه هيدا عظمي بشرية لهيكل عظمي بيبلغ طوله الانسان مترين ونص ولكن الاهم بهيدا الموضوع لما كمان نحن راجعنا واسألنا عم بيقولولنا انه اللي موجود هو كان خنادق ومقابر مجرد مقابر اديمة جدا يعني بما يعني انه ما في شيء اثري مهم كتير سوى مقابر موجودة يعني فينا نشوفه وين مكان وهيدا الموضوع قد لا يؤثر على وضع العقار انه يصنف اثري او ما الى هنالك لانه الامور اللي انوجدت يقال انه هي امور تعتبر امور لا تزال مصنف ضمن العادي الا الا اذا ظهر شيء تاني قد يجعل من هذه المنطقة ان تصنف اثري فطبعا هيدا بتصرف مديرية الاثار هي اللي رح تخبر بعد فترة قليلة ما اذا كانت هاي البقعة الجغرافية رح تعتبر بقعة اثري او رح يرجعوا يستلموها اصحابها لانه الموجود بداخلها كما قيل انه امور عادية ما في داعي ان تصنف كموقع اثري خلينا ننتقل هلأ لنرى ما هو التالي بعد فاصل وبعدين بنتبه